طيب أم محمد تبتعرف شي عن الذكاء الصناعي صحي ما؟ نعم تعرفون في حاجة اسمها EI واللي هي أظن إذا ما لبغلطة بنطقها Artificial Intelligence أو شي كذا واللي هو الذكاء الصناعي واللي معناه أنه يعني مثلا عندك آلة مو محتاج أن تتدخل فيها ولا معنومات هي تقدر تتخذ قراراتها مثل الإنسان بالضبط طيب فيه كلام أنه بعام 2500 2500 أن البشر بدرون يوصلون لل EI وبعد ما يوصلون لل EI أمي طبعا تشوفني الحين و تقولي مشي مشي لهم اللي قديم افتك من شر أختي و أمي خدم 간ة و ما ينام بعطيك فوس الحين اخر خgent النفس طيب حنا او نتكلم عن عام 2500 طبعا هو الكلام هذا ما كان عام 2500 كان ديديه مرة انه بتاريخ 1999 بيصير ذا الكلام بس تغير صار 2500 بيصير ذا الكلام واللي هو الذكاء الصناعي وان الناس بقدرون يتوصلون الشيء اسمه الذكاء الصناعي ويصير فيه آلات كثير تقدر تتخذ قرارها من نفسها ما ترجع للانسان ما يحتاج اي واحد يدخل معلومات جوا هذه الآلة هي اصلا خلاص تتخذ القرار وتصوي فصار فيه كثير من الآلات تزرع وتصنع وصارت حياة البشر شيء يعني راحي كل البشر وصار البشر تقريبا كذا حياتهم مرة حلوة يعني طبعا بعض الناس يعني انا وش انا فكر فيه اذا الآلات اخذت وظائف البشر في سير كثير من البشر عاطل العمل الفقير يعني هذا المتوقع يعني انت اذا دخلت محل ولقيت حتى فيه الآلة اللي يقول لك اختار من المنيو التكنولوجيا والتقنية هذا وما تروح للكاشير او تروح لاستقبال الاستقبال الاستقبال هذا بعد فترة يفصلونه بس يبدون وظيفة يعني لان خلاص الالة قدرت محلة بنفس حالة المصانع ومزارة بس اللي صار ان الالات كثير وتنتخل قراءاتها فصارت تنتج اشياء كثيرة من الزراعة والصناعة فصار اسعار الاشياء مرة رخيصة فصار كل شيء يحتاجه البشري موجود بسعر مرة رخيص وصار فيه نمو اقتصادي مرة كبير هذا الشي اللي صار خلى كل البشر في العالم كل دول البشر خلى كل دول البشر بالارض ولا ملكا والروس والصيني والعرب والأوروبيين والأفارقة كلهم مع بعض يتحدون ويسيرون دولة واحدة شوف ليش العالم صوى هذا الشيء لانه ما في سبب خلاص الحرب كل العالم كل البشر صاروا يعيشون حياة ممتازة اقتصادهم كلهم ممتاز الآلات تصوي كل اللي تبيها انت يا البشري ما يحتاج حتى تتحرك الآلات اللي تصويه وعندهم ذكاء صناعية يعني انتم محتاج حتى بعض راحية تتكلم هم يزرعون ويصنعون ويتطورون بالصناعة والزراعة بدون انت لا تدخل في الموضوع لانهم اذكية الآلات هذه لمين عام الفين وخمسمة وسبعين الفين وخمسمة وسبعين صار حدث ما حتوقع في واحد من الآليين او آلة من الآلات كانت تخدم عند واحد غني الغني هذا كل سنة يغير الآلة اللي عنده طبعا شو يغيرها يتلفها ويجيب آلة جديدة تصنيع جديد او حديثة هذه الآلة يوم جاي يتلفها طبعا عندها ذكاء صناعية تفكر كانت تدروا انا ما بغى موت فراحة تذبحتها وصارت اول جريمة في العالم ان آلة تقتل بشري شيء مو متوقع يعني شنون آلة اتخذت قرار قتل ضد البشر من يوم ما اخترعوا ما في آلة اتخذت قرار قتل طبعا هذا حدث ضرب بالعالم بشري يعني الآلات موجودين بكل مكان وفي آلة قررت انها تذبح الانسان ليه لانها ما تبغى تموت عشان راعيها كان بيتلفها ويجيب غيرها زين اللي صار ان الآلة هذي البشر احتاروا يوموا مسكوها مسكوا الآلة هذي وقالوا ليش اتصويت لذا انا ما بغى موت انا ما بغى موت هذا بيذبحني وانا ما بيموت فانا قررت ان يذبحها طبعا وشو وشو الحكم اصلا اللي بيتخذون البشر ضد آلة يعني وش بيصوون البشر ضد آلة غير منهم يتلفونها يعني صار الموضوع صار الموضوع شوي غريب البشر بدو يفكرون حنا طرح صنعنا كثير من الآلات اللي لهذا كالصناعي وفيه واحدة بس اللي اتخذ دقاب فحنا وش منصوي صار الموضوع كبر 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 لمين وصل لمين الامم المتحدة وصارت المحكمة بوسط نيويورك في الامم المتحدة محكمة الآلة هذي حاطينها بيحكمونها ما يدروا شو حكموها فيه أصلا طيب اللي صار انه الغريب يعني في الموضوع انه جابوا مدعي عام وجابوا محامي للآلة وعامي دابع الآلة طبعا المحامي جاب وجهة راي مقنوعة يعني لها لها فكرة لها نقطة حلوة قال حنما عادا عطيناهم هذا الذكاء الصناعي لازم نعطيهم حقوق ومنها لهم يعيشون ما نذبحهم خلاص جيب الآلة واتلفها لا خلاص لهم حقوق ولهم واجبات ومثلهم مثل البشر هذا المحامي كان يدعم طبعا المدعي العام كان المدعي اللي كان ضد المحامي كان يقول لا حنما عادا فيه آلة عندها الذكاء الصناعي صود للجريمة لازم نتلف كل الآلات اللي عندها الذكاء الصناعي لأن لأن كل الآلات ترتكب نفس الجريمة فلازم نتلف كل الآلات اللي عندها الذكاء الصناعي طبعا قررت المحكمة بالأخير أن هذا الآلة اللي تركب الجريمة يتلفونها ودارنوا صلى الله وبرك يعني خلاص انتهى الموضوع اللي صار طلعت مجموعات بكل دول العالم صارت مرسوما الصين مجموعة تصارغ بحقوق الآلات من البشر ومجموعة طالب أنه نتلف كل الآلات اللي عندها الإي آي وصارت مظاهرات ودخل الجيش صارت بلاوي الناس بدوا يضربون مع بعضهم الشي الغريب اللي صار الشي غريب الآلات بدأت تتفكر وتطلع مظاهرات الطالب بحقوقها أنا روف على وحة طالب بحقوقها طلعوا الآلات طالبون بس بطريقة سلمية يعني الآلات يطالبون حن عاملون مثل البشر حن آلات يعني ما صوينا شي وليش أعدمتوا الآلة هذيك وصارت صاروا البشر صارت فيهم من الدول تخاف الآلات بدأت تطور صارت الطالب الحين تطلع صاروا ما يشتعلون صاروا جسم يضربون عن العمل ما يسرعون ولا يسرعون الآلات ولا تهبني ولا تصوي شيء نهائيا صاروا يطلعون مظاهرات صاروا يطلعون يثورون يعني على دولهم هذه الآلات أو مصنعينهم خلنا نقول لي صار أن كثير من الدول طبعا حين تحدوا كدولة وحدة العالم كلها بس كل الدولة لها حكم ذاتي كثير من الدول نزلت قواتها قالت اذبحوا الآلات هذه دعسوهم اقتلوهم امسحوهم على الوجه فكثير من الآلات صار يلبس مثل بشر يعني تشوفها يعني تشوفها كان بشري لا بس مثل بشر ما تفرق ما تفرق عليها إيا عن الآلات بس مع ذلك كانوا يتوزون الآلات وينحشون ومدروا شو والبشر يذبحونهم طبعا كان في مجموعة يعني بيب كثيرة مرة الأغلبية كانوا أنهم ينفون شيء اسمها الآلات اللي عندها الذكاء الصناعي كانت في مجموعة تحاول تساعد الآلات وتوقف ليصوونا هالدول دي بس ما نفعل يعني اللي صار أنه طبعا تغير العالم أنه صار تثير من الآلات اللي كانت تصنع وتصوي وهذا اندتلت في بعض الآلات راحت في منطقة مهجورة انهجرت يعني مع الصنين لنا احنا نتكلم عن فوق الخمسمائة سنة مهجورة في الشرق الأوسط في جزيرة العرب بالضبط راحت بعض الآلات وبدت هناك تصويلها مدينة المدينة هذه يما نعم أكمل ولا روح نام ولا روح تمشي ولا هذا مكمل اللي كانت أبغى أن أزلها بسناب هالقصة ما تبي بصها وبصها وبصها هذا فيلم هذا لا 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 ما خلصت يما أزقوني بعد يقول نكمل شوفوا ما عجبهم تعرفون اللي مدروا شي يقول وش يقول يا هاتات يا ماتات حط ديانك وما تبي يلا نكمل طيب راحت بعض الآلات في جزيرة العرب آخر نقول السعودية طيب راحت وش صوت الآلات هذه في بلد مدينة تحت الأرض تحت الصحرى بتتصوي مدينة بعدين كثير من الآلات عرف عن موضوع المدينة هذه وبدوا ينحشون لهذه المدينة ويجتبعون فيها الآلات ويبنونها المدينة هذه سموها 01 01 هذا اسم المدينة ليش اسمها 01 أنا ما أدل ليش سموها الآلات 01 بس سموها 01 01 هذه الآلات الموجودة فيها كانوا مرة واصلين ذكاء أكثر من ثيم الآلات يعني تطورت ذكاؤهم الصناعي بشكل مهول هم أصب يطورون ذكاؤهم الصناعي وغير هذا الشيء بدأوا يخلون المدينة طبعا المدينة بان جزء منها فورد الأرض بس مدفونة تقريبا شبه مدفونة وش صار بدأوا يخلون هذه المدينة مدينة صناعية رقم واحد يا رجل يصنعون لك سيارات الطير سيارة طير ويبيعون ها لك مئة ريال يصو لك كل شي تبي برقص التراب ليش ليش يصون كذا يعني ليش بيعون سيارة طير لو نلقى سيارة طير بيوم هذا بكم سيارة سيارة طير يبيعون 100 ريال سيارات اللي ما طير هنا أغلى 100 80 المهم ليش الآلات يبيعون ها خيص إنهم ما يحتاجون الفلوس وش الآلة تحتاج الفلوس فيه هي الآلات أصلا يوم صنعوها البشر كانت تاخذ طاقتها من الشمس فيه طاقتها متجددة وتصنع من المعادل الموجودة بالأرض وعندها مدينة صناعية طيام زي ما قدلت لكم كانوا يبيعون كل شي برس التراب طبعا أغلب الدول الموجودة دول العالم تخلصت من حاجة اسمها ما عندهم إلا الآلات العادية فيوم جتهم هذه الصناعات اللي من 0 1 أضربت اقتصاد الدول كلها دولة تصنع سيارة تتعب تصنع سيارة واحدة ما تتبيع هلا ب20 ألف 30 ألف هذا يبيع 100 ريال أو 10 دنانير بالكويتي أو مبلغ يسير يعني فكثير من دول العالم انظر باقتصادها فبدت الرؤساء الدول والحكومات ويش 0 1 هذا وين فيه من الخريطة وين 0 1 هذا فصار يعني شوشرة كبيرة في العالم لمين اكتشفوا البشر من طريق يعني الجيش وين مدينة 0 1 هذه وشلون يصنعون كل حاجة وكل شي طيب خانا عشان الحين نكمل الدصة يوم درو البشر عن هذا الشي الآلات درت فصووا البشر حصار على مدينة 0 1 حاصروها بالبر واقتصادها اللي يجي من البحر وطياراتها للطيق 0 1 محاصم من البشر جيوش البشر راح 0 1 ارسل رسل آلتين آلة على شكل الرجال وآلة على شكل أنثى الآلتين كانت الرجال ماسك تفاحة والأنثى ماسكة وردعة ورايحين وين رايحين للأمم المتحدة على أنهم رسل من 0 1 كان في اجتمال الممتحدة جو الرسل هذولي 0 1 وقالوا للبشر أننا نسامحكم على اللي صوتوه فينا طيب طيب قالوا أننا نسامحكم بالبشر اللي ذبحتوه مننا الالات ورميتوه بالبحر واللي دعستو كل الجرائم ضدنا حنا يا الالات حنا بنسامحكم وبنصوي الاتفاقيات اللي بيننا وبينكم بنصير فيه اتفاقيات اقتصادية بيننا وبينكم أنا بصنع أشياء وأنتم بصنوا أشياء وخلص والعالم هذا نعيش حنا مدينتنا 0 1 يا الالات وأنتم من البشر لكم باقي الكوكب راحوا البشر طبعا البشر الحين متكبرين لأنهم كل دول العالم متحدة مسكوا الرسل ذولي مهبر اتجعوهم اقتلوهم وجو البشر قالوا الحين ندمر مدينة 0 1 هذي ننفيها عن الوجود ما في حاج اسمها 0 1 تنفي شي جوال أمهي يلا قبل قصر طيب 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 وين وصلنا حنا وصلنا يوم اذبحوا الآلات وقالوا هذي مدينة 0 1 بندمرها وننفيها عن الوجود طبعا أنا قيل لكم أن الآلات اللي 0 1 مطورة صناعيا ذكائيا مرة مرة شي محول فكانت المدينة من برة زي الدائرية وفيها مصادر الطاقة حدت المدينة قالوا البشر مصادر الطاقة هذي وشي هي تاخد طاقتها من الشمس الآلات كلهم ذاك الوقت ياخدون طاقتهم من الشمس غير الشمس ما حد ياخد طاقتها من الآلات فالبشر نرمي 100 قنبلة ذرية وهايدروجينية ومدري إيش على المدينة ونحجم كل جيوشنا وندمر الآلات وننفيهم مع الوجود 100 قنبلة ذرية غير القنابلة هيدروجينية والمغناطيسية ومدري إيش اللي صار زي اللي بغوها البشر رغم القنابلة الذرية والمدري إيش والبلاوي الزرق حقتهم كلها على المدينة بس ما دروا البشر أن أصلا اللي بر المدينة شكل الدائري هذا اللي بر المدينة هو أصلا 10% من المدينة اللي تحت الأرض المدينة كانت عملاقة مرة ما دروا البشر عن هذا الشي وإن اللي دمروهم المصادر الطاقة ما يصير ولا 5% من طاقة المدينة وطاقة الآلات هذا غير فكروا فيها وش اللي تضر الآلة من قنبلة ذرية من حرارة وآثار القنابل الذرية ما يمتأثر الآلة اللي تأثر منها البشر والحيوانات الآلات ما يتأثر من ذال شيء معدن فيوم صارت هذا أعلن 0 الحرب ضد البشر كلهم كل البشر خلاص حنا الحين يا 0 يا الآلات اللي موجودين عند 0 نعلن الحرب على كل البشر وكان في هذي كل وقت 0 مصوي آلات حربية بالسر مهمة الآلات الحربية هذه مهمتها بس بس مهمتها تقتل البشر شلون تقتل البشري ضرب بس أن جوا دبابة جوا طيارة جوا آلة جوا بيت مهمة الآلات ذي بس أنها تقتل البشر فالمدينة على شكل دائري دائرية المدينة قال للآلات أهجموا من كل كل طرد بكل جهات فبدت الحرب بين البشر كل جيوش البشر في العالم والآلات طيب اللي صار أنه بدل 0-1 والآلات بدت تحتل مدن البشر مدينة ورى مدينة العام 2000 طبعا الكلام هذا يمكن يعني هو التواريخ المشلة هي قصصات المهم أنه يعني بقولكم هو كان في خلاف ماي عام حنا هو عام 2700 أو 2650 شي زي كذا المهم أنه بدت تطيح مدن العالم دولة دولة مدينة مدينة طاحت لمين طاحت أفريقيا قارت أفريقيا احتلوها الآلات ذبحوا البشر اللي فيها ما في بشر يعيش تحتلوهم كلهم اللي المحاشين بردي صاروا البشر يخافون الآلات صارت تحت المدنة ودرتلنا لازم نصوي شي ووصلت الآلات لمين الصين في ذاك الوقت الصين أمي زعلانا مني مدري ليش بس مهم طابت من كرانا الصين اي طابوا من كرانا الصيني أنا بالشر لا سيزادوا المهم الصين طورت دبابات مهمة الدبابات هذه انها تضرب كهرب على الآلات اذا الكهرب لمس الآلة جسد الآلة ضرب السيستم عن الآلة يعني اي آلة يلمس ها الكهرب هذا الآلة هذه محلها خلص ضرب السيستم اللي فيها فجيوش الآلات ما قدرت تتحرك ما قدرت تدخل الصين الصين بدت تصنع كثير الصين بدت تصنع كثير من الدبابات هذه اللي وقفت الآلات مع ذلك زير وغن المدينة هذه والذكاء الصناع اللي فيها صنعوا آلات على شكل أهرامات الطير في السماء الدبابات لماذا تدخل المسألات ذي فبدت الآلات الطير ذي تدمر الدبابات فقدروا الآلات يدخلون الصين في نفس اللحظة قدروا يدخلون روسيا يوم وصلوا نص روسيا جاء الثلج والبرد فكثير من الآلات تعطل من نظام البشر اجتمعوا قالوا زين حن الحين جاء البرد وقفت الآلات لازم نلقى حل لازم في حل يعني ما نقدر بعد ما يروح البرد طرى بياخذون روسيا والصين مبادية مبادية شي بالعالم فطلعوا البشر بحاجة اسمها The Dark Stone فكرة فكرة عسكرية ترعوها الجنرالات قالوا ان الآلات هي تاخد طاقتها حتى المدينة Zero تاخد طاقتها من الشمس فحنا بنحط غيمة سودة على الكرة الأرضية ما تروح دا الغيمة نهائيا اللي بعد آلاف من السنين بنحطها حول الأرض فبينعزل الشمس عن الأرض فالآلات تتعطل ما عندها طاقة فبتصير نهاية الآلات طيب اللي صار ان البشر وافدوا على الخطة وافدوا على تنفيذها قبل لا يبدأ الصيف يالله طبعا الغيمة السودة هذي كانوا البشر يدرون عن أضرارها يعني يدرون إنها بتصوي بلاوي زرجة بالبشرية بس قالوا أفضل من أن يذبحون الآلات نموت بالغيمة ولا نموت باليد الآلة الموم صووا أول ما صووا الخطة دارك ستون وصارت الأرض كلها مغطاة بغيمة سودة الآلات بدأت تتعطل ما في طاقة اهجمت كل جيوش البشر ورجعوا الصين ورجعوا آسيا وشوي من أفريقيا بدأوا البشر ينتصرون ما في آلات تتقاوم زيرو وان العدولكم الذكي هذا ما كان غبي مخ صنع آلات طاقتها الوحيدة التي تأخذها من القنابل الذرية البشر كانوا يرمون القنابل الذرية بوسط المعارك على الآلات كانت الآلات هذه التي صنعها زيرو وان تأخذ جدد طاقتها وطاقة الآلات الباجية من القنابل النووية التي يرمونها البشر على الآلات فتجدد الطاقة الآلات وبدأوا يرجعون ينتصرون الآلات على البشر وأخذوا هالمر الصين وأخذوا روسيا كلها وأخذوا نص ربا وبدأوا الآلات يذبحون بالبشر ينتك كمون بلي صووهم البشر فيهم يذبحون هم لماذا أرسلوا البشر رسل للآلات يقولون حنا يا الآلات نستسلم لأن أنتم ذبحتونا والغبرة السودة اللي تغطيه العالم جوحتنا ما في زراعة ما في حيوانات كلهم مات فحنا منستسلم خلاص حنا بنوافق على الكلام وحنا بنوافق على الكلام القتول لنا ببداية أنتم لكم مدينة زيروان وحنا للكوكب قالت الآلات أرسلت الآلات آلة للأمم المتحدة فصل نيويورك ودخلت الآلة قالت انتهى عهدكم يا البشر بدأ عهدنا حنا يا الآلات وحنا موافقية على اتفاقكم ويوم وقعت الآلة على الاتفاق كانت الآلة عبارة عن قنبلة ذرية انفجرت واذبحت كي قادة البشر بدت الآلات تحت الباد أوروبا وأمريكا وكل الدول اللي صار يا شباب صار شي غريب انهزموا البشر ما صار في قناة بالنووية ترمي معناها الآلات ما عندها طاقة تجدد فوش صار يعني الآلات تموت طاقة هادي أختي تبربر الحين ويش نلترام يعني كل مات الحيوانات والآلات والبر طاقة زيرو جاء جاء زيرو وان الآلة الذكية يا حبي قالت وش قالت حنا البشر ودفوا قناة ذرية حنا بنموت يلالات لازم نلقى حل زيرو كان أصل له سنين من هذه المعارك يصوي تجارب على البشر ويحاول يعرف جسديا البشر شلوع وش البشري فصوى عليه دراسات كثيرة عرف ان البشري يمتج طاقة الأجثة من 2000 آلة فبدأ زيرو وان ما يذبح البشر بدأ يأسرهم والجرح منهم يعالجهم وبدأ يساعد البشر بس كان كان زيرو وان مو بلا الله كان يساعد البشر ويعالجهم لا كان يبغاهم مثل البطاريات عشان يقدرون الآلات يعيشون فتعرفون حقة الكهرب كذا اللي تجي الدائرية يعني ما ادري اذا تعرفون هذا شي تجي عليها دوار كان يعلق البشر فيها ويحط أسلاك عليهم عشان ياخذ الطاقة منهم عشان يخلي الآلات تعيش ومدينة البشر المعلقين اللي يعطون الطاقة مثل البطاريات للآلات كان مهمة انه يدخلهم بعالم وهمي يعيشهم بعالم وهمي جوه مخهم عشان 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 ميت مردون والآلات تاخذ طاقتها منهم البشر بدين يموتون بدين يقرضون فالآلات إذا انقرضوا البشر ماتت الآلات فالآلات عن هالبشر كل شي عيش البشر ذوي كلهم بالجنة فعيشهم بشي مثل الجنة كل شي يبون هالبشر اللي داخل هذا الماترس اللي بخيال هم اللي معلق بسلاسل معيشهم بخيال وبدين يصح وإذا صح ولجي نفسها منبط ومعلق الاختهم من الطاقة بدين يتمرد يفضل الموت فالآلات قالت 0101 قال للسوفتوير هذا بدين يصحون نصهم بدين يصحون أنتو تصوي يا تيس صورت عالم يخليهم نايمين للأبد ما لبيهم صحون نايمين البرنامج رح ألغى شيء اسمه ماترك سيفن وصوى ماتركس 2 على تاريخ البشرية اللي قدر يجمع على تاريخ البشرية عايش دول البشر اللي ما لقين على تاريخ البشرية من العصول الحجرية لمين عصر 2000 2015 2020 هذا العصر بس اللي صار بعد أن البشر بدوا يصحون بدوا يقومون من هذا العالم ويتمردون يطلعون من هذا العالم يدرون بعض البشر يدري بوسط العالم هذا أنه ليس عالم حقيقي وبدوا يصح طبعا السوفتوير هذا يعني العربي تربطت دينا 10% من الشحن فأكمل اللي قدر عليه ومثرة البادية المهم 0-1 سوف يصحون برنامج ثاني غير البرنامج اللي يصحون العالم الوهمي برنامج ثاني مضارب للبرنامج الأول لماذا؟ لأن 0-1 عرف أن البشر هذول اللي صحون من هذا العالم أن أصلا هو مجموعة قليلة من المربطين هي اللي تصحى بس إذا صحت جو العالم تصحي مجموعة كبيرة من العالم بآراءها وآفكارها وتصحي هم تتصحي هم ف0-1 صحي برنامج مضاد البرنامج أتركس يعني هذا يخليهم إلا ينمون هذا يساعد اللي يقامون عشان يقدر 0-1 يحدد مين ذول اللي يقمون أول ويطردهم ويخلي المجموعة الكبيرة موجودة نائمة كان ذك 0-1 هذا الشيء فقال حتى لو وانا طردتهم المجموعة آخر شايف مردو لها الحين قبل السك لجوال ان 0-1 خلي مجموعة من البشر تطلع بس ما ذبحها وخلي وصو هو أصلا صوّلها مدينة بدائية عشان البشر دول يروحون يعيشون فيها في أشياء ثالية بتكلم عنها يا رب منساها اللي هي شرون يخلي البشر يتكاثرون وليش أصلا خلي المدينة هذي يتكاثرون فيها البشر اللي ينحاشوا ونتكلم عن النبوءات والأشياء اللي كانت بتصير أو بتصير بعد ما احتلوا الآلات العالم وصال العالم كل مغطة بسحابة سودا ما في نبات ما في حيوام ما في مويا ما في شيء نهائي على الأرض إلا الآلات يلا شوفكم بينا